عدد الشهود ونوعهم في الأحكام الشرعية سبعة والنيات والشهود في الشريعة حالات وهي واحد ما يشترط فيه شهادة أربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط والإقرار بهما اثنان ما يشترط فيه شهادة ثلاثة رجال وهو من عرف بالغنى وادعى ثقرا وطلب الزكاة فلا يعطى إلا بثلاثة رجال يشهدون على فاقته كما جاء في الحديث ثلاثة ما يقبل فيه شهادة رجلين وهو القصاص وبقية الحدود كالقذف وشرب الخمر ولا تقبل فيه شهادة النساء وكذلك ما ليس بعقوبة ولا مال فلا تقبل فيه شهادة النساء أربعة ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين كالبيع والغصب والجناية خمسة ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالرضاع وعيوب النساء ستة ما يقبل فيه يمين مع الحال الظاهرة كما لو جاء رجل عليه عمامة ومعه بيده عمامة يدعيها له وآخر جاء حاسر الرأس يدعي أنها له فتعارض عندنا الظاهر وهو أنها للحاسر مع قاعدة أن الأصل أن الشيء لمن هو بيده فحينئذ يحكم للعمامة للحاسر بيمينه سبعة ما يقبل فيه قول طبيب واحد كالموضحة وهي نوع من الجراح يبدي بياض العظم وداء الدواب ترجمة نانسي قنقر